منتدى أزيان للأعمال في دورته الثالثة والمنعقد تحت شعار منظومة المقاولات الصناعية قطيرة للنمو ومحافز للتنفسية حاول خلاله الحاضرون استكشاف الآفاق الجديدة المستجيبة للتحديات الراهنة التي باتت تواجه المقاولات في سياق اقتصادي معقد المنتدى كان فرصة لتسهيل التعاون بين مختلف المقاولات والمؤسسات الصناعية ما سيمكن المصنعين من الإبقاء على التنفسية والتكيف بالتالي مع التغيرات السريعة التي أصبحت تميز السوق نموذج منظومة المقاولات الصناعية أصبح ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والتكنولوجي بالمغرب ونجاح هذه المنظومة يعتمد على مقاربة تعاونية تشمل الحكومة والمقاولات والجامعات والمجتمع المدني المنتدى شهدت تأكيد على أولوية السيادة ضمن السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في المنتوج المغربي المشهود له بالجودة هذا اللقاء مناسب أننا نأكد على الإرادة للمغرب بقيادة جلالة الملك حفظ الله بالرفع من القيمة المضافة في الصناعة المغربية وتقوية النسيج الصناعي فهذا الإطار ستشير لأن الجهام ضمن اقتصاصتها هي أن تشجع الاستثمار مختلف القطاعات بالخصوص القطاع الصناعي وتأسست جمعية أزيان المنظمة لهذا المنتدى سنة 2016 لإعطاء دفعة جديدة للتنمية وتمثيل جميع الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة الصناعية عن سبع أقدم منطقة صناعية بالمغرب اشتركوا في القناة